ساليو لزلايف أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الأول سنوي أهلا بيكو على قناتي بروفيسير أونلاين في الفيديو ده هشرح الدرس الأول من الوحدة الرابعة من كتاب جنيال لعام 2024 الترمتين فيديو قبل كده شرحت الدرس زيرو من الوحدة الرابعة وهو كان في بداية الوحدة وإن شاء الله هنكمل المنهج مع بعض ونحل المتحانات نشوف كده عنوان الدرس نشوف كده في الدرس ده المفروض ان احنا هنتعلم كيف تصف شخص تأنيس الصفات النعتية اللي هي الخاصة بالجسم جمع الصفات أجزاء الجسم التعبير عن الألم وهناخد تعبير كده اسمه لديه ألم فيه اللي هو أفوار مال أ اللي استفهام بيه كيف أو ما أو أي اللي هما كومو وكل نشوف أول حاجة انه مسكناء الأسماء المذكرة اللي كور اللي هو الجسم جمعها اللي كور لو ناخد بالنا ان الكلمة نفسها مش هتتغير لكن الأداة بس هي اللي هتتغير من المفرد للجمع تمام؟ ليه؟ علشان الاسم المفرد اللي بينتهي بالاس لما بنيجي نجمعه ومش بيتغير بعد كده يعني ابن العم أو ابن الخال طبيب أسنان طبيب أسنان ده المؤنس بتاحها الكلمة مش هتتغير لكن الأداة بس هي اللي هتتغير لأن الكلمة المذكرة اللي بتنتهي بالإيه عند التأنيس مش بتتغير الجسدية يعني الجسم لا فيزيك اللي هي مادة الفيزية نخلي بالنا الكلمة وهي مذكرة معناها الجسم الكلمة وهي مؤنسة معناها مادة الفيزية لتغير لتغير يعني الملامح بعد كده نشوف النوم فمينة النوم فمينة لأسماء المؤنسة إن بارب إن بارب لحيا إن كاسكت إن كاسكت اللحيا دي اللي هي الدقني اللي مش عارف إن كاسكت الكاب لا Messi إن موستاش إن موستاش إن بارب إن بارتي رجص إن بارب إن برسن شخص خلي بالنا إن برسن شخص دي كلمة مؤنس لكن اللي فوقه في الكلمات المذكرة اللي هي عم برسناج اللي هي شخصية تمام دي كلمة مذكرة وإن برسن كلمة مؤنس إن تاي إن تاي يعني طول القامة اللي هو الطول نشوف بقى هنا إيه؟ جايب لنا اللي هي أجزاء الجسم وجايب لنا عمود فيه النومسكولاء الأسماء المذكرة وعمود فيه النومفيميناء الأسماء المؤنس داكور طيب نشوف كده مع بعض حينو اللي بغا اللي هو الدريع نجمعها اللي بغا الأداة بس يا لها تضغير الكلمة مش هتضغير لشيفو لشيفو يعني الشعر مفردها لشيفو يعني شعر هنا لكو لكو الغابة جمعها لكو نضيف لها إس عادي جدا لكو لكود لكود الكوع لدواء لدواء الأصابع لجينو لجينو اللي هي الغكبة جمعها لجينو لجينو نضيف إكس في نهاية الكلمة داكور دا جمع بتاح هنا لدواء برضو لدو لدو دا الظهر جمعها لدو برضو الكلمة مش هتتغير الأداة بس لها تتغير لني لني الأنف جمعها لني لني الأداة بس لها تتغير لأن عندنا الكلمات اللي بتنتهي بالزد عند جمعها مش بتتغير لبي لبي يعني القدم لفنتر لفنتر البطن لزيه لزيه العيون مفردها آني آني يعني عين جوف باقي النوم في منا لأسماء المؤنس لأبوش لأبوش الفم ليدو ليدو الأسنان لإبال لإبال الكتف لجنب لجنب الساق لجو لجو الخدود للافر للافر الشفاه لالعونج لالعونج معناها اللسان أو اللغة لاما لاما اليد لازغي لازغي الأزان طبعا حرف الزد ده اتنطق عشان الاس بعدها حرفه متحرك فبيحصل ربط في الأصوات وبتنطق زي الزد لازغي الآزان اللي هما الودنانية المفرد بتاعها لاري لاتت لاتت اللي هي الرأس الكلمات اللي أنا مش كاتبة الجامعة بتاعها دي بتتجمع عادي بإضافة اس طبيعية جدا ما فيش فيها أي مشكلة نشوف مع بعض بعض الصفات وظروف وحروف الجر والتعبيرات هنا أي ده صوت كده للتعبير عن الألم هنا أفوار فروا أفوار فروا يعني يشعر بالبرد طبعا الفعل هنا بيصرف حسب الفعل هنا أفوار مالأ يعني يشعر بألم فيه طبعا التعبير ده مهم جدا وهنشرحه بالتفصيل بعد شوي أفوار مالأ يعني يشعر بألم فيه بلون بلون يعني أشعر يعني شعره أصفر لونه أبيض وشعره أصفر ده الشخص الأشعر تبقى blonde يعني شقرة ده المؤنس بتاعها brown يعني شخص أصمر أو لونه أمحي أصمر وكمان شعره بيبقى غامئ يعني لونه أسود المؤنس بتاعها brine brine يعني سمراء أو أمحية اللون summer female summer female يعني هذا يؤلمني حينها سا معناها ذلك أو هذا female يعني يؤلم female يعني يؤلم هنا في ده تصريف verb fair يعني يعمل أو يفعل طيب هنا الما دي عيد علي أنا يعني يؤلمني أنا ده ضمير مفعول هتدرسوه بالتفصيل في سنة تانية سنوية إن شاء الله بس افهم معناه لكن هندرسوه بعدين بالتفصيل هنا سا female يعني ذلك يؤلمني أنا هنا frisee frisee يعني مجعد دي بتتقل على الشعر يعني شعر كيرلي ندفلها ايه تبقى مؤنسة هنا gros يعني ضخم أو سمين gross يعني سمينة long يعني بطيء long بطيئة mass يعني رشيق أو رفيع تمام؟ عشان فيه كلمة تانية هناخدها اللي هي بمعنى نحيفة اللي هي مجر هتتذكر تاني بعد شوية في الدرس هنا mass يبقى معناها رشيق أو رفيع وتيجي برضه تيجي مفرد مذكر أو مفرد مؤنس يبقى mass رشيق أو رشيقة داكر هنا مغال يعني أخلاقي أو معنوي دفلها ايه تبقى المؤنس بتاعها masculine يعني ذو عضلات مفتول العضلات masculine دفلها ايه تبقى المؤنسة زو عضلات لشخص مؤنس هنا long يعني طويل الجامع بتاعها long بإضافة الاس هنا long دا المؤنس بتاعها طويلة دفلها اس في النهاية بتبقى طويل لجامع المؤنس نشوف بقى مع بعض نكمل هنا الشتة معناها كاستنائي الشعر كاستنائي الشعر اللي هي الشتة دي ما بتتغيرش عند التأنيس لكنها بتتجمع شوف يعني أصلع أو صلعاء تنفع مع المؤنس والمزك كريز يعني فضولي كريز يعني فضولية الفضولي الشخص الفضولي دا اللي هو بيبقى عايز يعرف كل حاجة هنا يعني على اليمين يعني مستخدم إيده اليمين اللي بيكتب يعني وياكل بإيده اليمين يعني دا المؤنس بتاعها اللي هي مستخدمة الإيد اليمين يعني بنت بتستخدم إيدها اليمين يعني على الشمال على اليسار يعني كبير أو طويل يعني شخص أشول اللي هو بيكتب بإيده الشمال يعني بنت بتكتب بإيدها الشمال بنت شول يعني شفاها أو شفاوي يعني حاجة شفاوية بتقال كده من غيمة الكاتب تيجيب معنى صغير أو أسير صغيرة أو أسيرة المؤنس بتاعها يعني جسماني سريع أو سريعة بتنفع مع المؤنس والمزك ما بتتغيرش يعني أصهب الشخص الأصهب دا يعني شعر لونه أحمر داكر المؤنسها غوس ودي اللي هي بنت ذاتها شعر أحمر تميد تميد يعني خجول أو خجولة تنفع مع المذكر والمؤنس فياية يعني عجوزة ست عجوزة فياية طيب المذكر بتاحها إيه؟ فيا أو فياية فيا أو فياية طيب إيه الفرق من الاتنين؟ الاتنين دول ينفعوا مع المفرد المذكر إيه الفرق؟ إن دي بتيجي أمام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك تاكر؟ إبقى إحنا عندنا ثلاث كلمات بمعنى عجوز أو عجوزة هنا فياية يعني عجوزة فيا وفياية دي الاتنين عجوز لكن دي أمام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك نشوف كده الأفعال أتغابي يلتقط طبعا الأفعال دي مش بتتفهم كويس غير لما تدخل وسط الجومات داكر؟ لكن أنت مهم إنك تسمحها بردو وتاخد عنها فك بحيث إنها تتكرر تاني على سماعك تثبت معك نشوف كده مع بعض أتغابي يلتقط كيسبرندر أ يعني يتوافق مع دكرير يصف ديفيني يخمن إيكوتي يسمع جوتي يتزوق جوة يلعب مرشي يمشي پارتسيبي يشارك بغتيك يمارس برسيي يحدد قام بلير يملأ سانتير يشم سي سانتير يشعر نخلي بالنا من سانتير يشم الفعل يزود أمرين منه سي سانتير معناه يشعر داكر توشي يلمس ترافايي يعمل يتاليزي يستخدم وار يرى شوف هنا تصريب فعل دكرير تصريب فعل دكرير يعني يصف هنعمل فيه إيه الفعل ده؟ هنحزف الر داكر ونضيف النهايات بالترتيب مع الضمائل س س تي في او ان اس في اي زد في اي ان تي نقول كمان مرة تصريب فعل دي كرير هنحزف الر اي ونضيف النهايات بالترتيب مع الضمائل س س تي في او ان اس في اي زد في اي ان تي داكر؟ طبعا احنا بنركز عن النهايات عشان الفعل ده تقريبا يعني دايما بيجي فيه سؤال الاختيال داكر؟ طبعا نشوف كده مع بعض ننطق الفعل ج دي كري يعني انا اصف تي دي كري انت بتوصف يل دي كري او ال دي كري او ان دي كري يعني هو بيصف هي بتصف احنا بنصف نو دي كريفون احنا بنصف vous دي كريفين انتم بتوصفوا او حضرتك بتوصف ايه لو قال الجامع دي كريف ايه لو قال الجامع دي كريف المقطع النهايات دا الانتة دا مش بيطنط بنشوف نحل الاسئلة مع بعض هنا اون مارش يعني احنا بنمشي افك لي جامب يعني احنا بنمشي بالسيقون طبعا هنا اللي دوا معناها الاصابع رقم اتنين يعني انا اذهب الى المدرسة يعني سيرا على الاقدام رقم تلاتة يعني صديقي الفرنسي الجديد يعني مفتول العضلات هنا انا عايزة صفة مفرد مذكر يبقى الصفة الاخيرة اللي هي رقم اربعة يعني بيوصفوا يعني مدرستهم طبعا هنا الفعل هيصرف مع دانيال ايه يعني دانيال بيكون غبيد سريع يعني هو بيمارس سباق الجرد طبعا هنا هنا صفة غبيد بتيجي بمعنى سريع او سريع تنفعل المذكر والمؤنس رقم ستة يعني الكتف يعني الكتف بيكون جزء من الجسم هنا يعني رمادي يعني شاب يعني يوم الخميس رقم سبعة هي عندها سبعة وستين سنة يبقى هي بتكون عجوزة هنا بيتيت او سيارة جون شاب يعني سمين رقم تمانية سفي يعني الفتيات صون هنا انا عايزة صفة جمع مؤنس يبقى يعني شقراوات يعني لونهم ابيض وشعرهم اصف هنا ماس يعني رفيع بغا يعني امحي لون يعني بطي بقم تسعة يعني مدرسة اللغة الفرنسية ايه بتكون روس يعني شعرها لونه احمر تكر هنا طبعا انا عايزة صفة مفرد مؤنس تبقى روس يعني شعرها لونه احمر هنا بيتيقوا سيار مسكلي مفتول العضلات شتا يعني كستينائي الشعر وديك المجمع نشوف كده سؤال رقم عشرة يعني اسناني بتكون بيضاء هنا كلمة جمع مؤنس يبقى عايزة صفة جمع مؤنس يبقى يعني لونهم ابيض سؤال اللي بعده رقم 11 جي ملقى انا عندي الم في يعني في الساق طبعا احنا ا دي بتتغير حسب الكلمة اللي بعدها بصوا معايا كده فوق في اللي انا كتبا عندنا لو جي بعدها كلمة مفرد مبدوء بحرف متحرك و لو جي بعدها اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن تمام وهي دي الكلمة دي عبارة عن دمج ا زائد ل يعني احنا ما ينفعش ابدا نشوف ا و ل ورا بعد كده لا الاتنين دول بيندمجوا مع بعض ويبقوا او بالشكل ده هنا بتيجي بعدها اسمه مفرد مؤنس مبدوء بحرف ساكن هنا او بالشكل ده دي لأي جمع وهي عبارة عن ا زائد ل بالشكل ده يعني انا برضو عمري ما اشوف او ليل اتنين دول ورا بعد كده بالشكل ده لا دول بيندمجوا ويبقوا بالشكل ده يعني ايه مع اي جمع يعني جمع مؤنس جمع مذكر مبدوء بحرف ساكن مبدوء بحرف متحد بتكر شوف رقم 12 يعني انا عندي جسم يعني مفتول العضلات داكر كلمة هنا كور كلمة مفرد مذكر رقم 13 يعني هذه الفتاة بتكون خجولة يعني خدودها بتكون روج يعني لونها احمر طبعا هنا كلمة جمع مؤنس يبقى عايزة صفة برضو جمع مؤنس رقم 14 يعني اخي عنده شعر يعني طويل انا عايزة هنا صفة جمع مذكر داكر رقم 15 يعني ابن عمي يعني عنده قلم في الظهر تمام كلمة دو تنفع مفرد مذكر او جمع مذكر تمام لكن انا مش ينفع اختار الجمع المذكر لان فيش واحد عنده كزا داكر خلاص داكر يبقى انا هاختار المفرد المذكر اللي هي او نشوف الوثيقة اللي عندنا دي عبارة عن mail دي فريد يعني من فريد اكريم الى كريم يعني اللي بعته فريد وبعته الى كريم ان الابجي يعني الموضوع بريزنتاسيو يعني التأديم شوف كده الوثيق او دعا رحب ايلا كارانتة تروازان هي عندها تلاتة وربعين سان ايلا جراند هي بتكون طويلة اي بلوند وشأغا ايلا باورد هي بتكون سرسارة اي سوريونت وبشوشا دي انفرير يعني انا عندي اخ ايلا بل فادي هو يدعى فادي ايلا دوزان هو عنده اتناشر سنة ايلا دوز ينوار هو عنده عيون سود كم ما مثلي يعني مين مثلي ده اللي هو مين بيكلم اللي هو فريد يعني فريد كمان عنده عيون سود طب نشوف كده الاسئلة مع بعض دان سيدي كيمو في هذه الوثيقة فريد بريزنت يعني فريد بيقدم سفامي قلته هنا فادي او فادي عنده عنده اخ صغير اللي هو فادي تمام بعد كده رقم تلاتة نقطة بارل بكو اللامير بارل بكو يعني بتتحدث كتير رقم اربع لازي العيون دي فريد سو بتكون نوار لونها اسود شوف الوثيقة بعدها يعني مشاكل المراهقين يعني مشاكل المراهقين اللي هي مشاكل المراهقين او المراهقات عندنا ياسين بيقول يعني تحياتي لكل الناس جي مارش بكو انا بمشي كتير اي جي في دي فوتبول وانا بمارس كرة القدم كاتر جور بار سمن يعني اربع ايام اسبوعية جي توجور مال على جنب انا دايما عندي الم في الساق اي او بيه وفي الاقدام بوركواسا دالي شو بعد كده منال بتقول يعني بعد الغداء يعني انا عندي الم او فنتر في البطن سي مغال ده طبيعي كسك جي في ماذا افعل هنا عبد الله بيقول جي تجور يعني انا دايما انا عندي دايما مال ازيو الم في العينين يعني عندما انا اعمل الواجبات يعني انا اشاهد لاتليفزيون التليفزيون تيزر يعني عشر ساعات بار جور يوميا كسك مي كانسي ي يعني 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 ماذا انتم تنصحوني انتم تنصحوني باي بعد كده سلمة بتقول جي مال او دو يعني انا عندي الم في الظهر انكور يعني انا بيبع عندي الم في الظهر في وقت السباء وي لما بزاك يعني ماذا انا يجب علي ان افعل دوا هنا معناها يجب علي نشوف كده الاسئلة يعني احنا بنقرأ هزيه الوسيق هنا سير انترنت على الانترنت طبعا واضح ان دي على الانترنت تمام يعني www.henna-junial.com تمام واضح طبعا الموضوع ده انه على الانت طب هنا ده في كتاب مدرسي هنا غرمو يعني رواية يعني خريطة او كارت رقم اتنين ياسين ياسيم بيحب الاسبور الرياض طبعا الاريبات دي هلاقيها متخططة كلها في الوصيق منال اعمال يعني منال عندها الم وفندر يعني في البطن هنا على جنب في الساك وبغا يعني في الدراع ودو يعني في الظهر رقم اربعة عبد الله ايه سلمة يعني عبد الله وسلمة السون بيكونوا دي لسا يعني بيكونوا طلاب سنوي نشوف بقى الجرامير الجرامير هنا بيتكلم عن ايه عن وصف الاشخاص وصف الاشخاص اللي هي decrire la person يعني وصف الاشخاص هنا بيقول لنا ايه الوصف شخص نستعين في الغالب بفعل اتر اللي هو بمعنى يكون والصفة التي تصف الشخص سواء معنوية او جسمانية او الاتنين مع بعض مع تغيير الصفة حسب الشخص اللي نصف يعني ايه الكلام ده نشوف كده الاكزامبل اللي هم ادهنا واحنا هنفهم بيها الكلام ده اولا ان احنا بنستعمل verb اللي هو بمعنى يكون عشان نوصف الشخص نشوف اول حاجة هنا la description morale la description morale يعني الوصف المعنوي تمام نشوف يعني ايه كده الوصف المعنوي اول حاجة بيقول لك la intelligent هو بيكون زجي ده طبعا وصف معنوي لشخصيته تمام مش لجسمه بقى الوصف المعنوي ده وصف للشخصية نفسها مش للجسم هنا la intelligent هو بيكون زكي هنا ده مفرد مذكر فالصفة جات بعدها ايه مفرد مذكر طب هنا la intelligent هي بتكون زكية هنا مؤنسة فالصفة جات مؤنسة لو هنا جامع برضو الصفة تبقى جامع مؤنس لو دي هنا جامع برضو الصفة تبقى جامع مذكر خلاص تمام ده معنى الكلام اللي هو بيقوله لنا فوق هنا la genti هو بيكون لطيف الصفة هنا مفرد مذكر هنا la genti هي بتكون لطيفة صفة هنا مفرد مؤنس la genti هو بيكون مبتسم مفرد مذكر la genti يعني هي بتكون مبتسمة صفة مفرد مؤنس la genti هو بيكون خغول la genti هي بتكون خغولة لو نلاحظ ان الصفة هنا مش بتتغير خلاص تمام ده بنشوف بعد كده la description physique la description physique الوصف الجسدي صلحوها عندكم في الكتاب بدل معنى ويكتبوها الجسدي هل بتشوف كده مع بعض il-e grand هو بيكون طويل الصفة هنا مفرد مذكر il-e grand هي بتكون طويل الصفة هنا مفرد مؤنس il-e mass هو بيكون رفايا il-e mass هي بتكون رفايا الصفة هنا مش تدغير 6-e vo شعر صن لانج بيكون طويل هنا 6-e vo صن لانج شعرها بيكون طويل يبقى c-e vo تنفع شعره او تنفع شعرها خلاص ذكر نشوف الملاحظة اللي هو كتبها لنا هنا بيقولك عند وصف الاشخاص بنستخدم الافعال التالية after اللي احنا لسه متكنمين عليه من شوية كمان ممكن نستعمل avoir بمعنى يمتلك porte بمعنى يرتدي نشوف كده الاكزامبل الاكزامبل دي كمان مهمة في الجزئية بتاعت الميل وفي السجي تمام يبقى الجزئية دي احنا نستخدمها فين في الميل وفي السجي نشوف كده مع بعض ازاي هنستعمل verbe être وverbe avoir وverbe porter هنا سامي اي بغان سامي بيكون اسمر هنا ده تصريف verbe être داكر هنا مونة اللي شيفونوار يعني مونة عندها شعر لون واسود استعملنا تصريف verbe avoir داليا porte دي لونة روج يعني داليا بترتدي نظارة حمراء هنا استعملنا تصريف verbe party بمعنى يرتدي نشوف كده مع بعض يعني ايه الكلام ده يعني تأنيس الصفات الوصفية يعني الصفات اللي بتوصف الجسم نشوف كده مع بعض ازاي بنقنس احنا اخذنا في الترمي الاول برضو ازاي بنقنس تمام اول حاجة في التأنيس بتوصف بتؤنس الصفة باضافة يبقى بجيب الصفة المفرد المذكر وضيف لها في النهاية تبقى مؤنسة خلاص داكر نشوف كده الاكزامبل اللي عندنا grand بمعنى كبير او طويل لما نيجي نقنسها تبقى grand كبيرة او طويلة بندفلها ايه في نهاية الكلمة هنا petit يعني قصير او صغير بندفلها ايه في نهاية الكلمة تبقى petite يعني قصيرة او صغيرة بلون اشعر تبقى شقرة بغا لونه امحي برين لونها امحي طبعا دي الصفة المؤنسة يعني قوي العضلات يعني قوية العضلات بندفلها ايه في النهاية طب نشوف كده الالجزامبل اللي المكتوب عندنا A-L-P-T يعني هو بيكون قصير A-L-P-T هي بتكون قصيرة B-T بتيجي بمعنى قصير او صغير طب نشوف بقى الصفة المنتهية بالA طبقة كما هي عند التأنيس يعني ايه الكلام ده يعني لو انا الصفة اللي عندي في المفرد المذكر اساسا منتهية بالA لما اجي قنسها اعمل ايه مش هعمل حاجة خليها زي ما هي تمام طب نشوف كده مع بعض هنا مس يعني رفيع او رشيق سلحوها عندكم اشتبوا كلمة طويل واكتبوا رفيع او رشيق هنا مس يعني رفيع الصفة هنا في المفرد المذكر منتهية بالA فعند التأنيس لا تتغير هتبقى مس برضو هنا مجر برضو نفس الكلام نحيف هتبقى مجر نحيفة نخلي بالنا ان مس معناها رفيع رشيق يعني جسمه حل لكن مجر معناها نحيف يعني رفيع او زيادة عن اللزوم يبقى مجر تبقى كما هي مجر نحيفة تميد خجول برضو هتبقى كما هي تبقى تميد خجول طب نشوف كده الاكزامبل برضو هيفهمنا اكده هنا ال ماس هو بيكون رفيع ال ماس هي بتكون رفيع طب رقم 3 صفات تبقى كما هي عند التأنيس يعني برضو مش هتتغير بس مش منتهية بالA زي اللي في ايه زي ايه زي شطة يعني كستنائي يعني الشعر لونه كستنائي تبقى كما هي شطة زي ما هي في التأنيس هنا ما غول بوني برضو هتبقى كما هي في التأنيس داكر طب هنا الكستنائي معناها زيت شعر كستنائي داكر طب نشوف كده مع بعض الاي شطة يعني هي بتكون زيت شعر كستنائي اي لا شطة هو بيكون زيت شعر كستنائي طب لو انت مش عارف ايه هو الشعر الكستنائي دا ممكن تعمل عنه سيرش كده على جوجل هيجيب لك ايه هو اللون الكستنائي دا بالزبط رقم 4 صفات شازة عند التأنيس يعني شكلها كله بيتغير لما بنأنسها زي ضخمة تبقى ضخمة او سمينة يعني يبقى معناها ضخمة او سمين تبقى أصحب يعني ايه أصحب يعني زيت شعر احمر تبقى زيت شعر احمر طبعا دا بيوصف بنتي يعني هنا تبقى طويلة ابيض بيض طب نشوف كده الاكزامبل هو بيكون سمين اي لك روس هي بتكون سمينة لما بنشوف كده الاسئلة مع بعض ماكوبين ايه يعني صديقتي بتكون برين يعني صمرة صفة مفرد مؤنس من كوزاي ابن عمي اي رو بيكون اصحب يعني زيت شعر احمر صفة مفرد مذكر سان بير ايه يعني والده بيكون عايزين صفة مفرد مذكر يبقى بلون اشقر مافوازين ايه يعني جارتي بتكون جروس يعني سمينة صفة مفرد مؤنس موفرير ايه يعني اخي بيكون يعني اصير اي لا دي شيفو يعني هو عنده شعر كلمة شيفو كلمة جمع مذكر تبقى نوار يعني اسود الصفة جمع مذكر ست في ايه هايزين الفتاة بتكون عايزة صفة مفرد مؤنس تبقى الشتاء وشتاء تنفع مع المفرد المؤنس والمفرد المذكر مش بتتغيس نضغي بروفسير يعني مدرستنا ايه بتكون انتليجنت زكية هنا بروفسير كلمة مفرد مؤنس اخرها ارهن داكو وكم تسعة يعني جدي ايه بيكون هنا انا عايزة صفة مفرد مذكر يبقى يعني تويل مفرود دي نادر يعني اخت نادر ايه بتكون يعني رفايا صفة مفرد مؤنس وهنا الصفة دي مش بتتغير عند التأنيس تمام؟ تنفع مع المفرد المؤنس والمفرد المذكر بنشوف بقى اللي بلغيال اللي هو جمع بقى جمع الصفات الجسمية اللي بلغيال دي زاجكتي في فيزيك يبقى جمع الصفات الجسدية هنشوف كده مع بعض ده هنا السنجليير والبلغيال يعني المفرد والجمع هنا مس رفايا أو رفايا تبقى مس ضفنا لها اس يبقى اول طريقة لجمع الصفات هي ان احنا بنضيف اس للكلمة داكر وده الشيء الطبيعي خلاص تمام؟ يبقى مس نضيف لها اس تبقى مس يعني رفايا طبعا دي جمع مذكر او جمع مؤنس هنا بغا يعني لونه اسمر بغا سمر نضيفنا لها اس في النهاية بلوند شقراء دي صفة مفرد مؤنس تبقى بلوند شقراء والد جمع مؤنس هنا بيتيت صغيرة ده مفرد مؤنس تبقى بيتيت صغيرين ودي جمع مؤنس تبقى تشوف كده الاكزامبل هو بيكون رفايا هنا هما بيكونوا رفايا هنا صفة مفرد مذكر وهنا جمع مذكر تبقى نشوف رقم اتنين الصفة المفرد المذكر اللي بتنتهي بالاس بالايكس او الاس او الزد ديفوا عندكم كمان الزد لا يضاف اليها شيء عند الجمع تمام يبقى الاكس او الاس او الزد ما بينضاف لها شيء ما بينضاف لهاش اي شيء عند الجمع تبقى نشوف كده مع بعض يعني سيمين برضو سومان ده الجمع بتاعها ما تغيرتش هنا رو اخرها اكس تبقى رو برضو ده الجمع بتاعها مش هتتغير تمام نشوف اكزامبل برضو بنفهم بياك إيلا جرو يعني هو بيكون سيمين إيلا سا جرو هما بيكونوا سومان ادي الصفة هنا ما تغيرش طبقه كما هي تمام رقم تلاتة نشوف صفات بطبقه كما هي عند الجمع مع رو بني طبقه كما هي ومارون احنا اخدناها برضو في التقنيس مش بتتغير وورانج يعني برتقالي برضو مش بتتغير لعند الجمع ولا التقنيس سوبر برضو بتبقى سوبر بمعنى رائع برضو مش بتتغير لعند التقنيس ولا عند الجمع طب بنشوف كده الاكزامبل ست عناية انها عين مارون بنية هنا ادي مفرد وقات معانا الصفة مارون سي سون ديزيين مارون انهم عيون بنية ادي الصفة برضو ما تغيرتش مع ايه الجمع طب بنشوف باقي رقم 4 الصفة المنتهية بالأ بتجمع باضافة ايكس نشوف كده مع بعض بو جميل تبقى بو نضاف لها ايكس بس مش تتنطق انه نوفو جديد نوفو جداد ده الجمع بتاح بلو ازرق بلو اه بيقولك ما عادة صفة بلو يعني دي بتنتهي بالأي في الاخر لكن مش هنضف لها ايكس في الجمع لا هنضف لها اس عادي دي صفة اي شازة عن القعد داكور طب اين ملاحظات بقى تركزوا معايا جدا في الملاحظات عشان هي دي اللي بيتلاعب بيها في سؤال الاختياج تمام طب نشوف رقم واحد وتحول اداة النكرة دي الجمع الى د امام الصفة الجمع التي تسبق الاسم يعني ايه الكلام دا اكيد في ناس كتير بتقول احنا مش فاهمين بصوا معايا في الاجزامبل اللي مكتوب واللي انا كتباه واحنا هنعرف نميز ما بين الاتنين اول اجزامبل اي لا دي بيتيت لونت اي لا دي بيتيت لونت يعني هي عندها نضارة صغيرة كلمة نضارة دي كلمة جمع تمام بس جي قدامها ايه دي بالشكل دا ليه هنشوف دلوقتي لما ناخد الاجزامبل تاني هنفهم دي ليه شوفوا الاجزامبل بقى اللي انا كتباه هي عندها نضارة صغيرة هنا كلمة لونت برضو جمع بس اخد الدي اللي هي للجمع ليه بقى؟ ليه هنا دي اخد الدي بالشكل دا ودي اخد الدي بالشكل دا بصوا معايا كده سواني في الجملتين وحاولوا تشوفوا ايه الاختلاف اكيد في ناس كتير اكتشفت ايه الاختلاف هنا الصفة الجمع جات قبل الموصوف لكن هنا الصفة الجمع جات بعد الموصوف يبقى احنا عندنا لما الصفة الجمع الجمع خلي بالكم الجمع مش المفرد الصفة الجمع لما تيجي قبل الموصوف تاخد ده بالشكل دا لكن لو الصفة جات بعد الموصوف وده الشيء الطبيعي اللي هو المعتاد خلاص بنستعمل دي اي اس للجمع عادي مفيش اي مشاكل داكر اتمنى تكون المعلومة وصلت لو برضو فيها اي حاجة مش مفهومة ابعدتهايلي في الكومنس وانا هشرحتين الصفة الشتة خاصة بالشعر فقط لا تتغير عند التأنيس وتجمع باضافة اس للجمع الموزك والمؤنس وكذلك صفة سامبا يعني ايه الكلام دا يعني احنا عندنا شتة وسامبا الاتنين مش بيتغيروا في التأنيس لكن بيتجمعوا خلاص تمام يعني الشتة تنفع للمفرد المذاكر والمفرد المؤنس سامبا تنفع مع المفرد المذاكر والمفرد المؤنس مش بيتغيروا في التأنيس لكن بيتجمعوا ويتضف لهم اس تب نشوف كده الاكزامبل الادشيفو شتة هي عندها شعر كستنائي شايفين الصفة هنا اتجمعت كمان صفة سامبا برضو بتتجمع وبنضف لها اس في النهاية برقم تلاتة عندي تحويل الجملة للجمع بيتغير تصريف الفعل مع الفاعل الجديد طبعا ده كلام بديهي بس اكيد مش مفهوم طب بنشوف كده الاكزامبل ونشوفه عايز يقول ايه جي سوي غو يعني انا بكون غو ذات شعر احمر هنا بيو بيقولك ان الفاعل بيصرف مع الفاعل طبعا ده شيء طبيعي يعني فيش اي مشكلة والصفة هنا بتكون مفربة طبعا هنا نو سامران احنا بيكون زواد شعر احمر هنا الفاعل تصرف مع الفاعل والصفة اتجمعت بس هنا الصفة مش بتتغير عند الجمع ده هو المشكلة طب الاكزامبل اللي بعده هو بيكون اشقر هما بيكونوا شقر طبعا هنا برضو الصفة ايه اتجمعت داكر طب نشوف هنا الاسئلة مع بعض يعني بنات العم دا سلمة يعني بنات عم سلمة سان بيكون جروند يعني بيكونوا طوال طبعا هنا صفة جمع مؤنس هنا ايل سان يعني هما بيكونوا عايزة صفة جمع مذكر يبقى هرون ودي بتمفع مع المفرد المذكر او جمع المذكر يعني ذات شعر احمر رقم ثلاثة سهر ايه سامير سهر وسامير سو بيكونوا ايه تبدأ فيه بنت وفيه ولد يطرها اختار جمع المؤنس ولا جمع المذكر لا اختار جمع المذكر لان التذكير يغلب يبقى بلون رقم اربعة ميكوزا سون يعني ابناء عمي بيكونوا عايزة صفة جمع مذكر يبقى بغا يعني لونهم اسمر دانيال بولت يعني دانيال بيلبس دي لونت يعني نضارة عايزة صفة جمع مؤنس بعد نضارة يبقى مارو وهي مش بتتغير عند التأنيس ولا الجمع يعني مارو بتنفع مع اي حاج وقم ستة مان فرير ايه يعني اخي بيكون بلون اشعر صفة مفرد مذكر قم سبعة مي سيبور كوبين فرانسيز سون يعني صديقاتي بالنت بيكونوا جمع مؤنس روس زواتة شعر احمر رقم تمانية يعني اصدقاء والدي بيكونوا عايزة صفة جمع مذكر يبقى يعني سومان دي بتنفع مع الجمع المذكر والمفرد المذكر يعني صديقتي بتكون يعني امحية اللون مفرد مؤنس رقم عشرة هي عندها شعر عايزة صفة جمع مذكر تبقى الشتاء تنفع للجمع المذكر والجمع المؤنس رقم حداشر مونة نيبا يعني مونة مش بتكون جروس سيمينة مفرد مؤنس رقم اتناشر يعني اصدقاء توماس بيكونوا يعني مفتولين العضلات جمع مذكر يلسون هما بيكونوا صفة جمع مذكر انتليجون اسكية رقم اربعتاشر يعني بيير وجون سو بيكونوا يعني زواد شعر احمر تنفع مع مفرد المذكر والجمع المذكر هنا رقم خمستاشر جد نقط امي طبعا انا هنا امي كلمة جمع يبقى انا عايزة صفة جمع مذكر معاه يبقى يعني جدد نشوف مع بعض اجزاء الجسم اجزاء الجسم ريتوا انت بتحفظ اجزاء الجسم احفظها من الجزئية دي لان طبعا ارتباط الاسم بالصورة ده بيخليها ان انت تتذكرها بطريقة ايه اسرع طبعا نشوف مع بعض لكور الجسم لكور الجسم اول حاجة لاتت لاتت الغاس لابال لابال الكتف ودي كلمة مؤنس لان طبعا الاداة هنا عندنا مش موضحة لكلمة مؤنس ولا مزك لابال 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 البطن لاما لاما اليد لجينو لجينو ركبة لبيه لبيه القدم لدو لدو الضحر لكو لكو رأبة لكود لكود الكوع لبرا لبرا الدراع لدو لدو الاصابع ودي كلمة مذكر جامعة مذكر لاجومب لاجومب الساق بعد كده هو جاب الغاز بقى وفصلها تاني لاتت لاتت اللي هي الغاز لشيفو 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 اللي هو الشعر وهي كلمة جامعة مذكر لزيير لزيير العيون كلمة جامعة مذكر لغاية لغاية كلمة مؤنس مفرد مؤنس معناها الأزن ودن واحد هنا لني لني الأنف لابوش لابوش الفم لالانج لالانج اللسان ليدان ليدان الأسنان للأفر للأفر الشفايف كلمة جامعة مؤنس لجو لجو الخدود وهي برضو كلمة جامعة مؤنس نشوف مع بعض يعني أجزاء الجسم ووظائفها يعني أجزاء الجسم ووظيفتها يعني هنشوف كل جزء من الجسم ووظيفته إيه أول حاجة عندنا الأقدام يعني علشان نمشي يعني علشان أكتب لزيو العيون يعني علشان أشوف لزوري الأزان يعني علشان أسمع لابوش الفم يعني علشان أكل لالانج اللسان يعني علشان أتكلم لني الأنف يعني علشان أشم يعني علشان أشم لدواء الأصابع يعني علشان ألمس وأمسك الحاجات طبعا الجزئية دي هنستفيد منها في إيه؟ نستفيد برضو منها في الميل والسوجة يعني الحاجات دي تتحفز كتابة طيب عندنا تعبير اسمه إيه؟ يعني إحنا بنستخدم يبقى أنا قبل ما أقول أي جملة أقول قبلها يعني أعمل إزاي الجملة؟ أقول إحنا بنستخدم الأقدام علشان أمشي دي كده جملة كاملة وسليمة 100% يعني لما أجي أكتب في السجي أكتب بالطريقة دي ياتي برضو ممكن أقول إحنا بنستخدم علشان أكتب وهكذا مع جميع أجزاء الجسم نشوف هنا رقم واحد يعني إحنا بنكتب به لما اليت دان لابوش يعني في الفم اليا بيوجد لدن الأسنان جي جو أو فوت يعني أنا بلعب كرة قدم أفك لبي يعني بالأقدام أوني كوت أفك يعني إحنا بنسمع به لزوري الأزان أوني كوت أفك يعني إحنا بنشوف به لزيو العيون جي سون أفك يعني إحنا بنشم به لني الأنف يعني أنا أذهب عند الكوافر شعري بيكون طويل أونتوش يعني إحنا بنلبس بنلمس لزوبجي الأشياء أفك لدواء إحنا بنلمس الأشياء بلدواء بالأصابع لكم تسعة يعني لنا بتكون خجولة يعني هي عندها خدوط حمر لكم عشرة إحنا بنستخدم لالونج اللسان بور بارلي علشان نتكلم لكم حداشر يعني هو لديه إحساس بالبر يعني هو بردان يعني هو عنده أصابع زرقة يعني الواحد لما بيبقى بردان بيبقى صعوبة ومزرقة نشوف بعد كده التعبير عن الإحساس بالألم طبعا مهم جدا الجزئية دي بيقول لك يعني للتعبير عن الإحساس بالألم في كذا طريقة نشوف أول طريقة هي أن أنا أقول وبعد كده أقول الحاجة اللي بترجعني يعني اي ماتت اي راسي أو أقول يعني سيقاني طبعا أي ده صوت كده للتعبير عن الألم دي التاني طريقة بقى وهي الأهم نحن بنستعمل تصريف بمعنى لديه أو عنده وبعد كده مال يعني ألم وآ يعني في يعني عنده ألم في دي بنشوف كده مع بعض عندنا آ دي بتتغير حسب الحاجة اللي بعدها يعني ايه الكلام ده يعني آ دي ممكن تبقى قوم لو جي بعدها اسم مفرد مذكر مبدو بحرف ساكن ممكن ييجي بعدها آ لا يعني آ دي تتغير وتبقى آ لا لو جي بعدها اسم مفرد مؤنس مبدو برضو بحرف ساكن ممكن تبقى آ إلا أباسترف لو جي بعدها اسم مفرد سواء مذكر أو مؤنس مبدو بحرف متحرك ممكن ييجي بعدها أو يعني آ دي تتحول إلى أو إذا جي بعدها إيه اسم جمع داكو بنشوف كده الإكزامبل مع بعض يعني أنا عندي ألم في الضهر يبقى آ دي تصريف أفوار بقى كده مال يعني ألم أو دو دو هنا كلمة مفرد مذكر مبدو بحرف ساكن عشان كده أخدت أو بالشكل ده طيب الإكزامبل اللي تحتي يعني أنا عندي ألم في الساق تذكر طيب أنا عندي دا تصريف بقى أفوار برضو مع جر بعد كده ألم كلمة هنا كلمة مفرد مؤنس مبدو بحرف ساكن فأخدت آ لا الإكزامبل اللي بعده يعني أنا عندي ألم في الكتف الشمال هنا برضو دا تصريف بقى أفوار هنا إبل مفرد وبدأ بحرف ومتحرك فأخدت آ لا أباستروف نخلي بالنا الآ لا أباستروف مع المفرد بس مش مع الجمع تذكر نشوف اللي بعدها جيم مال أو دون يعني أنا عندي ألم في الأسنان هنا كلمة دون كلمة جمع فأخدت قبلها أو نشوف كده هنا الملاحظة بيقولك في التعبير أفوار مال آ يعني لديه ألم فيه لا نضع ملكية أمام أجزاء الجسم ولكن تضغم آ مع أداة المعرفة يعني إيه الكلام دا؟ يعني ما جيش وأقول أنا عندي ألم في عيوني لا أقول أنا عندي ألم في العيون على طول مستعملش ميدي خالص تمام؟ مستعملش صفات ملكية أبدا يعني أقول إيه؟ أنا عندي ألم في العينين على طول ذكر إن بتضغم آ دي اللي هي حرف الجر مع ليه؟ للجمع وبيبقوا هما الاتنين لما يضغموا مع بعض يدونا أو ذكر؟ طب أي حاجة برضو معلومة أنت مش فهمها كويس ابعتلي في الكومنتس وأنا هوضح حلقة أكتر تمام تشوف الكترسيزة رقم واحد يعني والدتي عندها ألم في الرقبة الرقبة هنا مفرد مذكر أخدت أو رقم اتنين يعني هودا عندها ألم في عينها اليمين طبعا أي هنا كلمة مفرد ومبدوها بحرف متحرك هتاخد أل بصرف رقم تلاتة يعني يارا بتذهب عند طبيب الأسنان هي عندها ألم ودن في الأسنان كلمة دو كلمة جامعة هتاخد أو بالشكل ده يعني هي مش بتمشي كويس هي عندها ألم في الساق كلمة جامب كلمة مفرد مؤنس هتاخد ألا هنا يعني هو بيلبس نضارة هو عنده ألم فين في العيون هنا عيون دي كلمة جامعة رقم ستة يعني أنا مش بشم كويس أنا عندي ألم فين في الأنف طبعا كلمة نية دي تنفع أنف أو أنوف يعني مفرد أو جامع تمام بس ما فيش واحد عنده كذا أنف يعني خلاص تمام رقم سبعة جامع آمل يعني جامع عنده ألم هنا دي مفرد مذكر هتاخد أو يبقى أو دو داكر الاختيار الأول رقم تمانية يعني الولد الصغير عنده ألم في المعدة كلمة استمع يعني دي كلمة مفرد و مبدوء بحرف متحرك تاخد ألا أباسترف بيير أمل ألاتت يعني بيير عنده ألم في الرأس نادية أمل ألغي قوش يعني نادية عندها ألم في الودن الشمال برضو مبدوء مفرد و مبدوء بحرف متحرك تاخد ألا أباسترف نكمل باية الأسئلة مع بعض بيقول لك يعني أكمل بجزء من الجسم المناسب جي مال أزياء أنا عندي ألم في العيون فارس نمارش با بيان يعني فارس مش بيمشي كويس إلا مال على جمب يعني هو عنده ألم في السوق أمل نمانج با بيان يعني أمل مش بتاكل كويس هنا إلا مال أردن يعني هي عندها ألم في الأسنان طبعا لازم أبقى عندي كلمة جمعة هنا داكور يعني ما ينفعش أقول مثلا المعدة لا أنا عايزة كلمة جمعة بعد قول ألين نبي با إكريغ يعني ألين مش بيقدر يكتب إلا مال ألم يعني عنده ألم في اليد مقروند مير يعني جدتي نيكو تبا بيا مش بتسمع كويس إلا مال أزغي يعني هي عندها ألم في الودن طبعا لازم نشوف الإنترغراجيون الاستفهام طبعا الأدوات دي أخدناها قبل كده بس برضو نعيد عليها تاني ونرجحها واللي ما كانش بذكرها يذكرها معاية تاني هنا أو بمعنى أين وبتسأل عن المكان طب نشوف كده الإجزامبل أو تيعمل أين أنت لديك ألم ده تصريب فير بأفوار يبقى أين أنت لديك ألم؟ أنت عندك ألم فيه؟ الإجابة هتكون أنا عندي ألم في الساق طب السؤال ده بنستفيد منه إيه؟ بنستفيد منه في الجزئية الخاصة بالميل تمام؟ لأن إحنا في الميل بيجينا سؤال ويبقى مطلوب مننا أن إحنا نرد عليه داكر؟ طب يبقى نهتم بالجزئية دي ونحفظ الإجابات كده بالكتابة أو تيعمل؟ يبقى جي مال على جمب أنا عندي ألم في الساق أو فاتي بوروار لمتسا يعني أين تذهب أنت لكي طرق الطبيب؟ هقول جي في ألوبيتال يعني أنا أذهب إلى المستشفى رقم اتنين للسؤال عن الوصف بيقولك كومو زائد أتر بمعنى كيفة؟ يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا كومو أخدناها قبل كده أن نحن نتعملها في كذا حاجة بنسأل بيها عن الصحة بنسأل بيها عن الاسم لكن لو جي بعدها فير بأتري بأنا بسأل عن الوصف إن أنا عايزك توصف الحاجة دي داكر؟ هنا كومنتي تون فرير يعني كيفة يكون أخوك؟ كيفة يكون أخوك؟ دا تسريف فير بأتري بأنا بسأل هنا عن موصفاته وصفه داكر؟ هقول لأ يعني أخي بيكون طويل بأنا ممكن أوصفه بوصف جسدي وممكن أوصفه بوصف معناوي ما فيش أي مشكلة يعني وصف للشخصية نفسها زي ما احنا هنشوف في سؤال البعض كومنتي لي يعني كيفة هو يكون؟ هقول إلي سرين هو بيكون بشوش أو مبتسم يبقى لما أسأل بكمو ممكن أجاوب بمواصفات جسدية أو مواصفات شخصية داكر؟ نشوف بعد كده كومنتي تيسون يعني كيفة أنت تشعر؟ أنت حاسس بإيه يعني؟ خلاص تمام؟ هقول يعني أنا عندي ألم فين في البطن؟ يعني مثلا السؤال دا مثلا الطبيب مثلا بيسأله بيقولك أنت بتشعر بإيه؟ هتقوله أنا عندي ألم في كذا كومون فاتي؟ دا كيفة حالك؟ دا تسريف يبقى لما تيجي تصريف مع كومون؟ يبقى أنا بسأل عن إيه؟ عن الحالة لكن لو جاء تصريف بقترب أنا بسأل عن المواصفات الشخصية كومون فاتي؟ كيفة؟ حالك؟ دا تصريف بقال إيه بمعنى ياسب؟ لكن بتيجي للسؤال عن الحالة لما جاء جاء وبقول يعني أنا بخير أو يعني أنا بخير برضو نشوف بعد كده أداة الاستفهم اللي بعدها بمعنى كل وهي بمعناها ما أو أي برضو هنشوف إمتى يكون معناها ما وإمتى ما يكون معناها أي هنا كل لها أربع أشكال أدي أول شكل بيجي مع المفرد المذكر تاني شكل بيجي مع المفرد المؤنس بصوا معايا كده في اللي أنا كدبقى بالقلم الجاف هنا بتيجي مع الجامعة المذكر دي بتيجي مع الجامعة المؤنس دا كر؟ دا بنشوف بقى كل دي كلهم كل الأشكال دي معناها ما أو أي امتى يبقى معناها ما وامتى يبقى معناها اي بصوا معايا كده اي رياضة انت بتمارس هنا جي معناها اي ليه جي بعدها الاسم على طول يعني اي رياضة انت بتمارس هرده اقول انا بمارس رياضة التنس طيب اللي بعدها طيب قبل ما ندخل على اللي بعدها هنا كلمة سبورك لما مفرد مذكر اخذت كلب الشكل ده يعني اي جزء من الجسم احنا بنستخدم علشان نمشي هنا كلمة بارتي كلمة مفرد مؤنس اخذت كلب الشكل ده وهنا كلمة معناها اي اي جزء طيب هنقول يعني احنا بنستخدم الاقدام طيب تشوف بقى الاكزامبل التالي ده هنا هيكون معناها ما ما لون شعرك داكور يبقى هنا كلي لا كلير دي تشيفو ما لون شعرك هنا جي بعدها تصريف فرب ايه فرب اتر يبقى احنا عندنا كلب ايه جي بعدها يا اما الاسم يا اما تصريف فرب اتر طيب نشوف هنا الاجابة يعني شعري بيكون اسود او شطا يعني اي سفة مش فيش مشكلة طيب نشوف كده مع بعض انتبه يمكن ان يسبق كل او كل او كل او كل اي واحدة فيهم حرف جر مثل افك مش بس افك ممكن ييجي حروف جر تانية بس المشهور عندنا في الدرس ده اللي هو افك افك يعني ب او مع لسؤال عن مفعول غير مباشر يعني ايه الكلام ده يعني ايه غير مباشر اساسا غير مباشر يعني مسبوق بحرف جر سجل المعلومات دي عندك لو انت مش عارف طيب نشوف كده الاكزامبل عشان نفهم اكثر يعني باي جزء من الجسم انت بتشم هقول يعني انا بتشم بالانف طيب نشوف كده مع بعض يعني ايه مفعول غير مباشر ادي المفعول انا بتشم بالانف ادي ده المفعول غير مباشر قلنا يعني مسبوق بحرف جر اللي هو افك تكار بدا حرف الجر اللي سبق ايه المفعول طيب يبقى هنقول افك كالبارتي يعني باي جزء باي جزء نشوف الجزئية بتاعت الكوميناكاسيون التواصف طبعا الجزئية دي بنستفيد منها في ايه بنستفيد برضو منها في المال تمام بيجينا سؤال وبيكون مطلوب مننا ان احنا نرد عليه يبقى انا احفظ ايه احفظ الاجابات طبعا دي احفظها كتابة لكن السؤال افهمه بس كمان تيتون جراند بير يعني كيف يكون جدك هرد واقول ايه لي جران ايمس هو بيكون طويل ورفية طبعا ايل دي نقصت بها الجد تكار يبقى الجراند بير ايه هعوض عنها بايل يعني هو طبع نشوف سؤال situation situation ده بيكون موقف وعليه كذا اجابة ده هنا مش سؤال لسه ده هنا لسه بيشرح لنا تمام؟ هو جايب الموقف وجايب لنا كذا اجابة محتملة وصحيحة على هذا الموقف طب رقم واحد طبعا لازم احدد مين اللي بيتكلم في الاول ومين اللي بيتكلم في الاخر واحدد المحور بتاع الموقف طب نشوف كده مع بعض يعني انت سألت صديقك او طلبت من صديقك دي موند بتيجي بمعنى يسأل او يطلب بقى انت طلبت من صديقك ده دكرير صنفرير ان هو يوصف اخوه انت هتقول ايه؟ هتقول كيف يكون اخوك؟ او هتقول يعني ما هو المظهر الجسدي لاخوك؟ او هتقول طنفرير اللي كامو؟ يعني اخوك هو بيكون كيفا؟ يعني برضو بيتأسأل عن الموصفات طنفرير ايه؟ يعني اخوك بيكون طويل ولا قصير؟ تاني موقف تي ديجري لفيزيك دي تنبير يعني انت بتوصف المظهر الجسدي لولدك فانت هتقول ايه؟ هتقول اللي ايه بير جران؟ يعني هو بيكون طويل جدا او هتقول يعني هو لابس نضارة صودة او هتقول هو بيكون اسمر يعني هو عنده شعر اسود نشوف رقم ثلاثة يعني انت سألت اخوك سألت صديقك اي جزء من الجسم احنا منستخدم علشان نمشي فانت هترد وتقول فانت بقى هتقول يعني انت اللي هتسأل هنا كسك اون اتليز بور مارشي؟ يعني ماذا نحن نستخدم لكي نمشي او هتقول كالبارتي دي كورة يعني اي جزء من الجسم احنا منستخدم بور مارشي علشان نمشي رقم اربعة يعني انت سألت صديقك ماذا نحن نستخدم كي نأكل؟ هو هيرد عليك ويقول يعني احنا منستعمل الفم او اون اتليز ليدون احنا منستعمل اي الاسنان الموقف جاكم خمسة تي دي مند اتن فغير يعني انت سألت اخوك عن يعني مكان الالم انت هتقول ايه؟ هتقوله يعني اين انت لديك الالم انت عندك الالم فين؟ او هتقوله يعني ماذا انت لديك؟ انت عندك ايه؟ او هتقوله يعني اين يكون الالم؟ كمان ممكن تقول كيف أنت تشعر 6 يعني أنت بتوضح مكان الألم يبقى أنت هنا مش بتسأل أنت هنا بتوضح مكان الألم بتقول مكان الألم فين فأنت هتقول إيه هتقول أو هتقول يعني أنا عندي ألم في الودان 7 يعني أنت بتسأل صديقك في النت عن إيه فأنت هتسأل و تقول إيه هتسأل و تقول إيه كيلي لا كولير دي تزيه يعني ما لون عيونك أو هتقول إيه دي كل كولير يعني من أي لون سو تزيه بتكون عيونك كمان ممكن تقول يعني لون عيونك سيكوا هو إيه كمان ممكن تقول إنت عندك عيون سودة ولا بني نشوف بقى سؤال الميل طبعا أنت مطلوب منك أنك تحفظ الإجابات بقى بالكتابة والسؤال تفهمه نشوف كده أول ميل يعني ما عمر جدك هقول من جراند بير سو سنت سيتون يعني جدي عنده سبعة وستين سنة ده طبعا تصريف فيرب أفوار داكر كمان ممكن أعوض عن من جراند بير اللي هو جدي و أقول إيه اللي يعني هو يبقى هو عنده سبعة وستين سنة و خلي بالي و أنا بكتب العمر يكون عمر منطقي مع الجدي يعني ما كتبش أربعين سنة ولا كتب عشرين سنة خلاص تمام سؤال اللي بعده يعني هو يكون كيفا يعني ايه هو يكون كيفا يعني هو مواصفاته ايه ممكن تكون مواصفات جسدية أو مواصفات شخصية هو هنا كاتب يعني هو بيكون نشيد جدا طبعا أنت ممكن تكتب هو بيكون طويل هو بيكون قسير يعني ممكن تكتب صفة أسهل من دي ما فيش أي مشكلة خلاص تمام الميل اللي بعده يعني كيف تكون صدقتك طبعاً دي صادقتك دي مفرد مؤنس ممكن أقول مانوفيلا مي صادقتي أو أقول عليها اليعني هيا الامس هي بتكون رفيعة اي ديناميك ونشيطة ممكن صفة واحدة كفاية ممكن أقول هي طويلة هي قسيرة يعني اختار صفة تكون سهلة وإنت تعرف تكتبها كاليسبور اي لم يعني أي رياضة هي بتحب هقول اي لم لباسكت هي بتحب كرة السلة اي لم لفوت هي بتحب كرة القدم أي رياضة برضو أنت تكون متأكد من كتابتها في النهاية أبلس إلى اللقاء أكتب أبلس الميل اللي بعده سالي سالي بوكوات بوكوات تيامل ألجامب يعني ليه انت عندك ألم في الساق يعني ليه رجلك بتوقعك يردو يقول بارسكو لأن جمارش بكو لأن أنا بمشي كتير هنا بارسكو بييجي بعدها قملة كاملة يعني فاعل وفاعل وأي مكملة تاني للقملة داكر بارسكو جمارش بكو لأن أنا بمشي كتير كفتي يعني ماذا تفعل أنت يعني أنت هتعمل إيه انت رجلك وقعيك هتعمل إيه فيردو يقول جو فشي لدكتور يعني أنا أذهب إلى الطبيب هنا أبلس إلى اللقاء هكتب أبلس نشو بقى السجي لاندن أو السجي يعني أوصف صديقك الجديد الفرنسي وعايزك توصفه وصف معناوي موغال وفيزيك وجسدي تمام طيب نشوف كده مع بعض هتكتبه ازاي طبعا انت مش ملتزم بالسجي اللي مكتوب هنا أنت ممكن تغير فيه أي حاجة يعني أي صفة مكتوبة وأنت صعبة عليك كتابتها استبدلها بأي صفة تانية أنت تكون حافظها كويس وبتعرف تكتبها صح داكر يعني مش شرط الكلام المكتوب هنا بالذات طب هنقول من نوفل 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 يعني صديقي الفرنسي الجديد سابل Pierre بيودعا Pierre إلي sociable هو بكون اكتمعي إلي serion وبaxوج إلي grand هو بكون twill إي blond وأشعر سيزي عيونو سوفر بدكون خضر إني pagro هو مش simين إلا إن لونها أحمر نشوف السجاء اللي بعده يعني اكتب عن رياضتك المفضلة وعايزك تتكلم عن المكان والطن الوقت هتقول يعني أنا أحب كثيرا السباحة ممكن إنت تستبدلها بدلا تقول مثلا فوت كرة القدم خلاص داك يعني أنا أمارس السباحة في البسين إنت ممكن تقول في الكليب النادي خلاص تمام يعني أنا أمارس السباحة في عطلة نهاية الأسبوع يعني أنا أذهب إلى حمام السباحة مع صديق يعني يقدم جدك عايزك تتكلم عن العمر والفيزيك المظهر الجسدي هتب نشوف كده مع بعض يعني جدي ساب ياسين بيض عايزين إلى 60 يعني هو عنده 60 سنة خلي بنا برضو إحنا بنكتب العمر نكتب عمر منطقي مع عمر جد الديناميك يعني هو بيكون نشيد الديناميك هو بيكون طويل المسور المسكلي هو بيكون مفتول العضلات الديناميك هو بيكون رياضي الديناميك هو بيكون أشقر يعني عيونه بتكون زرق وكده نكون انتهينا من شرح الدرس هندخل بقى على الأسئلة المتنوعة أنا هعرضها لكم مرة مش متجاوبة علشان الناس اللي محاش الكتاب وطلابت مني عايزة الأسئلة مش متجاوبة علشان تحل هي الوحدة داك وابعد كده هنجاوب الأسئلة دي في الأول هعرضها مش متجاوبة وبعد كده هنحلها مع بعض نحل بقى الأسئلة مع بعض أول حاجة الوصيق بونجور صباح الخير جي مابل فريدة أنا أدعى فريدة جي vous بريزنت يعني أنا أقدم لكم ميدي نوفل كوبين يعني صدقتين جودات رانيا عا 10 سيطان رانيا عندها 17 سنة إلي ماس هي بتكون رفاياعة إي سبورتي ورياضية إلي بلوند هي بتكون شقرة إليم لتينيس هي بتحب التينيس كم موى مثلي يعني مثلي فريدة هنا ميرنا عندها السيزون عندها 16 سنة إلي روس يعني هي بتكون ذاتة شعر أحمر إلي يعني هي عندها عيون بني هي بتحب كثيراً السباح يعني كل جمعة نشوف كده الأسئلة في هذه الوثيقة يعني فريدة بتقدم يعني صديقتها سؤال الثاني رانيا بتكون ديناميك يعني نشيطة في الوثيقة مش قيل ده بوضوح لكن هو بيقول إن هي سبورتيف يعني غياضية تمام يبقى إحنا هنقول إن هي إيه ديناميك التلت صفات التانيين دول مش مذكرين في صفاتها خالص داكر شوف السؤال التالت يعني التلت صديقات يعني بيروحوا إلى السينما يعني يوم واحد في الأسبوع تمام اللي هو ليه اللي هو الفندر دي يوم الجمعة الإجابات دي هللاقيها متخططة في الوثيقة يعني 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 في أربع أشخاص جاوبوا على السؤال ده أول حاجة ساميرا كانزان عندها خمستاشر سنة بتقول مو أنا جم لتنيس أنا بحب التنس يعني أنا بأمارس التنس مع صديقاتي أكلاب في النادي أكلاب ديسبور في نادي الرياضة نبيل تغيزان تلتاشر سنة بيقول يعني 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 أنا بحب مشاهدة كل المبارات في الأستاذ هيبا سيزون عندها 16 سنة بتقول يعني أنا أفضل السباحة يعني يعني أذهب إلى حمام السباحة مع أختي الصغيرة على يعني 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 يبا هي بتروح هي وأختها الصغيرة على يومين في الأسبوع اللي هم الحد والخميس بعد كده عمر عنده 14 سنة بيقول لا جادر الباسكت يعني أنا بعشك كرة السلة باسكت لأن جي سوي جرون أنا بكون طويل جي بغاديك الباسكت يعني أنا أمارس الباسكت أكلب في النادي اي باندوليكور وأثناء الحصة دي بي أس يبقى هو بيمارس الباسكت في النادي وأثناء حصة الأي بي أس اللي هي تربية البدنية أو جميناس في صالة الألعاب اللي هي حصة الألعاب يعني نشوف كده الأسئلة سيبرسن هؤلاء الأشخاص بغل بيتكلموا عن الديسبور بغيفري عن الرياضات المفضلة هنا دي المواد المفضلة هنا الحصص المفضلة هنا الأيام المفضلة ساميرا جو أتنيس يعني ساميرا بتلعب تنس هنا أكلب يعني في النادي هبا بغاتيك لاناتاسيون هبا بتمارس السباحة دي جور برسمين يعني يومين أسبوعين والإجابات برضو متخططة في الواسيق رقم أربعة ألي كل في المدرسة عمر في دي باسكت يعني عمر بيمارس كرة السلة تشوف الواسيق اللي بعدها جي مابل تايو يعني أنا أدعى تايو جي سوي فرنسي أنا بكون فرنسي جي في أوليسي يعني أنا أذهب إلى مدرسة تدعى سانت بيير دا اسم المدرسة جي vos ديكري يعني أنا أوصف لكم كاتر ديمي كوبات دي كلاس أربعة من أصدقاء الفصل همما أنتوان لورا فادي لوكاس أول شخص أنتوان إلي جرون أمس هو بكون تويل ورفايا إلا لشيفو بلون يعني هو عندو شعر أشعر يعني شعر أسفن إلي زيه وعيون خدر إلا لورا إلي بتيت هي بتكون أوصيارا إجرس وسمين سي شيفو يعني شعرها سان لانج بكون تويل فادي إلي إجيبسيا هو بكون مصري إلا أوصي لان نسونالتي فرنسيز يعني هو عندو أيضا الجنسية الفرنسية إلي بتي هو بكون أوصيار إبرا واسمال سي شيفو شعره سكر يعني بكون أوصيار إفريزي ومقاعد يعني كارلي إلي سيزيه وعيونه سنوار بتكون صود لوكس إلي بتي هو بكون أوصيار إما سور فايا إلا لزيه مارو هو عندو عيون بني إلي شيفو وشعر لونو أحمر نحل الأسئلة دان سي دي كمو في هزيه الوصيكو تي يو دي كري يعني تي يو بيوسف سي كوبا يعني أصحاب وكم اتنين أنتواء إلي كاس بيكونوا عايزين صفة مشتركة ما بينهم هما الاتنين اللي هي مس يعني رفا يعين وكم تلاتة فادي إليورا يعني فادي ولورا بيكونوا إيه برضو صفة مشتركة ما بينهم هما الاتنين إن هما عندهم ليز ينوار هما الاتنين عندهم عيون لونها أسود نترجم بالاختيارات هنا شعر طويل هنا شعر قصير هنا عيون خضر رقم أربعة الكاترامي يعني الأربع أصدقاء سو بيكونوا فرنسي يعني فرنسيين داكر لأن تي هو هو فرنسي وهو بيقول إن دول أصحابه في الفصل داكر نشوف الوسيقة اللي بعدها جي مابل ألس يعني أنا أدعى ألس جي دي كوبين أنا عندي صدقتين إلسابل ماتيلد هم بيضعوا ماتيلد إيه لوسي دول أسمعه ماتيلد أكنزو ماتيلد عندها خمستاشر سنة إيه لي جراند هي بتكون تويلة إيه برين ولونها أمح إيه لم الباسكت هي بتحب قرة السل بعد كده عندنا لوسي إيه ماس بتكون رفا يعه إيه بلوند وشأغا إيه لا كاترزان هي عندها أربعتاشر سنة إيه لمليج الفيلو يعني هي بتحب الدراجات شك ديمونش يعني كل حد نوزل لأو كلاب يعني إحنا بنذهب إلى النادي بوغفر دي سبور علشان نمارس الرياضة الوسيقة دي خاصة بامتحانات الطلاب الأزهري كده نشوف مع بعض الأسئلة أليس دي كري يعني أليس بيوصف أليس بتوصف سي كوبين يعني صديقاتها ماتيلد أي متيلد بتكون جراند يعني تويلة لو سي أم لو سي بتحب اللي فيلو يعني الدراج الإجابات برضا هتلاقوها متخططة في الوسيقى تشوف سؤال فري أو فو يعني صح أو غلط فري يعني صح أو فو يعني غلط شك ديمونش كل حد أليس إي سي كوبين فو أكلاب يعني أليس وصديقاتها بيروح النادي صح وقم اتنين ماتيلد أي لوسي يعني ماتيلد ولوسي يعني عندهم نفس العمر غلط وقم تلاتة اللي تروى كوبين الثلاث صديقات أم لسبور يعني بيحبوا الرياضة صح كلهم بيروحوا النادي لممارسة الرياض طب نشوف سؤال المواقف اللي بيكون طالب منك إنك تختار إجابتين صح طب نشوف كده مع بعض علشان توصف شخص انت هتقول إيه؟ هتقول يعني صديقي بيكون طويل أو هتقول يعني هو بيكون قسير و بلون يعني أشقر طب نترجم برضو بقى الاختيرات عشان نعرف إحنا ليه خطرنا دول اتنين دول بالزات إنه هو بيكون في الفصل أنا عندي نظارة حمرة هو بيحب الجغرافية طب سؤال التاني موقف التاني يعني أنت سألت صديقك يعني ماذا هو يستخدم علشان يسمع هو هيرد عليك ويقول بنت سألته أنت بتستعمل إيه عشان تسمع فهو هيقد عليك ويقول يعني أنا بستخدم الودان أو هيقول يعني أنت طلبت من صديقك إنه هو دي دي كريخ تانكوبا إنه هو يوصف صديقه فأنت هتقول إيه هتقول كيلة الفيزيك دي تانكوبا يعني ما هو المظهر الجسدي لصديقك أو هتقول كومون تي تانكوبا يعني كيف يكون صديقك برضو نترجم بقى الاختيارات هنا أين يعيش صديقك هنا كيف يدعى صديقك هنا أي عمر لدى صديقك رقم أربعة علشان توصف صديقتك الخجولة أنت هتقولي إيه هتقولي هي مش بتحب تتكلم كتير أو هتقول يعني هي عندها خدود لونها أحمر نترجم بقى الاختيارات هنا هي بتاكل كتير هنا هي عندها كور لونها أحمر هنا دى هو بيحب الكلام أمام الآخرين طب السؤال رقم خمسة يعني صديقك بيمارس رياضة الجري أنت هتقول عنه إيه طبعا صديقك ده يعني إيل يعني هو تمام فهقول يعني هو بيكون مفتول للعضلات وسريع كمان ممكن تقول يعني صديقي بيجري بسرعة نترجم بقى الاختيارات هنا هو بيكره الرياضة هو بيكون سيمين جدا هنا دي هي بتكون رياضية طب رقم ستة يعني انت سألت صديقك يعني ماذا هو يرتدي عندما لا يشاهد جيدا يعني هو مش شايف كويس هيلبس إيه فهو هيرد ويقول جي باغت ما لونت أنا هلبس نظارتي أو هيقول جي دي لونت دوفي يعني أنا عندي نظارة نظر نترجم بقى الاختيارات هنا أنا بلبس أساور هنا أنا بلبس بورنيتا هو بيلبس نظارة رقم سبعة يعني صديقك سألك عن عن الوصف الجسدي دي تومبير لولدك فانت هترد وتقول لي طبعا والدك يعني إيل يعني هو فهتقول خلي بالنا ده وصف جسدي تمام يعني هو بيكون أصلى أو هيقول يعني هو ما عنده شعر نشو بيل الاختيارات هنا هو بيكون اجتماعي مش ينفع ده هو عايز موصفات جسدية هنا دي وصفات بقى شخصية أو معنوية هو بيحب الرياضة هنا ممبر إي بانسيون يعني والدي بيكون صبور دي برضو موصفات معنوية رقم تمانية يعني علشان توصف صديقك للباسكت انت هتقول إيه هتقول يعني هو بيكون أو هو لديه طول طويل يعني تمام أو قامة طويلة يبقى هو لديه قامة طويلة رقم الإجابة التانية يعني هو بيكون طويل جدا طبعا هنا يعني هو قصير جدا دي ما تنفعش دي ماشي موصفات لكن ما تنفعش عشان ده هو بيقولك ايه صديقك في الباسكت تمام هو بيحب السباحة هو بيكون في صالة الألعاب طيب هنا رقم تسعة يعني انت بتسأل صديقك يعني ماذا ينجد في الفم هو هيردو يقول يعني الأسنان أو اللانغ اللسان هنا دي الأصابع دي بيئ الأقدام دي زغي يعني الأزان رقم عشرة يعني انت بتوضح الألم للدكتور فانت هتقول ايه هتقول لأ جيمال على الرمب أنا عندي ألم في الساق أو هتقول لأ جيمال يعني أنا عندي ألم في الرقبة ترجم بقى الاختيارات هنا هو عنده ألم في الرأس هنا أنا بيكون بخير أنا عندي عيون خضر موقف رقم حداشر يعني انت بتوصف شعر صديقك فانت هتقول ايه هتقول يعني هو بيكون ذات شعرك استنائي أو هتقول يعني شعره بيكون بني نترجم بقى الاختيارات هنا هو بيكون طويل هو بيكون سمين هو بيكون رفاية رقم اتناشر يعني صديقك بيكتب يعني صديقك بيكتب بإيده الشمال انت هتقول عنه إيه هتقول عنه هو بيستخدم هو بيستعمل الإيد الشمال علشان يكتب أو هتقول يعني هو بيكون أشوال نترجم بقى الاختيارات يقول لك اليد يسار أو الإيد الشمال بتكون جزء من الجسم هو عنده ألم في الإيد الشمال هو عنده ألم في العين الشمال موقف رقم 13 يعني انت سألت صديقك عن سوني سبار بغيفري عن رياض طوء المفضلة هو هيقول إيه هيقول لك يعني أنا أحب السباحة جيب غيفر أنا أفضل ركوب الدرجات تم ترجم بقى الاختيارات هنا أنا أذهب إلى ملعب الرياضة هنا أنا أفضل مطعم المدرسة أنا بحب التاريخ رقم 14 على شان توصف مدرستك لللغة الفرنسية أنت هتقول عنها إيه؟ طبعا المدرسة يبقى لنقول عليها هي يبقى إيه هي بتكون لطيفة جدا أو هتقول يعني مدرستي بتكون رفاية طيب نشوف بقى الاختيارات اللي فرنسي اللي هي اللغة الفرنسية إنها مادتي المفضلة هي تدعى مدام مها هنا اللغة الفرنسية يعني بتكون سهلة رقم 15 يعني أنت بتطلب من أخوك إن هو يوصف المظهر الجسدي لصديقه فهو هيقول إيه؟ هيقول يعني صديقه بيكون طويل أو يعني هو بيكون أشأر ورفية طب بردو نترجم بالاختيارات أنا عندي عدد كبير من الأصدقاء هو بيكون اجتماعي هو عنده كرة رقم 16 يعني أنت بتتكلم عن شعرك أنت هتقول إيه؟ طبعا الشيفو ده جامعة مذكر أعود عنه بإيه للجامعة ذكر يعني هما هقول يعني هما بيكونوا طوال أو يعني هما بيكونوا ذاتة لونكستيني طب بنترجم بالاختيارات هما بيكونوا مفتول للعضلات هما بيكونوا نشاط هما بيكونوا غياضيين رقم 17 يعني أنت بتوضح مكان الألم فأنت هتقول إيه؟ يعني أنا عندي ألم في البطن أو هتقول يعني أنا عندي ألم في الغاز رقم 18 يعني أنت سألت صديقك ماذا هو يستخدم؟ كي يكتب هو هيقول أونتي ليز لمع إحنا بنستخدم اليد أو هيقول أونتي ليز لدواء إحنا بنستعمل الأصابع طب نترجم بالاختيارات إحنا بنستعمل الركبة إحنا بنستخدم الكتف إحنا بنستخدم الأسنان رقم 19 بورق ديكريغ تلونت علشان توصف ندرتك إنت هتقول إيه؟ بقى اللونت هنقول عليها إل الجامع دك يعني برضو لو موجودة في الاختيارات تنفع يعني لكن إيل الجامع هنا بالشكل ده ما تنفعش يعني إيل زون بي تي إن وار وما بيكونوا صغيرين وسود لأ إيل الجامع دي ما تنفعش لأن اللونت نعود عنها بإل الجامع طب نشوف كده هنقول إيه؟ إنت بتوصف ندرتك فهتقول إنها ندارة ضخمة أو هتقول يعني أنا عندي ندارة لونها أحمد لترجم بالاختيارات يعني الندارة بتكون على المكتب هنا من بير أدي لونت يعني والدي عنده ندار شوف الموقف رقم 20 تي ديماند أتونامي إنت سألت صديقك عن سوني سبور بغيفري عن رياضة المفضلة فإنت هتقول إيه؟ هتقول كلي سبور بغيفري ما هي رياضتك المفضلة أو هتقول كلي سبور أمتي أي رياضة إنت بتحب تب نترجم بالاختيارات هنا ما هي دولتك هنا أي عمر لديك هنا أي لون أنت بتفضل هنا ده برضو سؤال مواقف بس خاص بطلاب الأزهري وبيكون طالب منهم أن يختار إجابة واحدة مش اتنين زي السنة والعين هنا يعني أنت بتوسف عيون صديقك فأنت هتقول إيه؟ طبعا العيون دي عاود عنها بإيه للجمع داكور؟ يبقول إيه للصنفاق هما بيكونوا لونهم أغلق لكم اتنين تي ديماند أتونامي أنت طلبت من صديقك دي دي قريغ سنبير إن هو يوصف والده فأنت هتقول إيه؟ هتقول كيف يكون والدك لكم تلاتة يعني صديقك سألك يعني والدك سألك ليه أنت مش بتلعب كورة قدر فأنت ترد وتقول يعني أنا عندي ألم في الأقدام رقم أربعة يعني أنت سألت صديقك يعني أي جزء من الجسم إحنا بنستخدم علشان نتكلم فهو هيردو يقول دي تليز لالانج يعني أنا بستعمل اللسان وكم خمسة تي ديماند أتونامي يعني أنت سألت صديقك اللي فونتر سي كوا البطن هو إيه؟ فهو هيردو يقول ستينة بارتي دي كور إنهو جزء من الجسم شو باعه سؤال الاغتياري خاص بالجرامات لا نتاسيو السباحة سي أني سبور براتيكي دان لور يعني السباحة إنها رياضة بتمارس في الماء باكم اتنين يعني إحنا بنمارس التنس بالمدرب أو بنلعب يعني التنس بالمدرب طبعا هنا الفعل هيصرف زي المفرد يعني جدي يعني جدي عنده شنب ودقن تمام طيب هنا آآ بردو إحنا هنختار هنا السفا المفرد المؤنس يبه هو عنده شنب ودقن بيضا يبه هنختار بلونش داكر السفا المفرد المؤنس طيب آآ رقم أربعة إلسون يعني هم بيكونوا هنا روس يعني زوات شعر آآ أحمر هنا سفا جمع مؤنس سيفي يعني هم بيكونوا فتيات ذات شعر أحمر هختار صفا الجمع المؤنس رقم خمسة لكوباء الصديق آآ إيدي توماس إيه بيكون يبقى صديق توماس بيكون إيه بغا يعني أمحي اللون أو أصمر صفا مفرد مزك هنا التيار يعني أنت عندك مالورفونتر يعني ألم في البطن رقم سبعة أفك لزيو بالعيون احنا بنقدر نشوف رقم ثمانية يعني هو ما لون شعرك طبعا الكولير هنا مفرد مؤنس سأختار كلب الشكل ده رقم تسعة يعني أنا عندي ألم في الأسنان يعني أنا هذهب عند الطبيب طبعا شي هنا بييجي بعدها عقل رقم عشرة ست في بورت ونكتب عليها مهمة ست في هذه الفتاة بورت بتلبس نقط جروس لونت طب هنا عندنا جروس لونت دي كلمة جمع بس أنا هختار دي بالشكل ده مش دي بالشكل ده طب اللي مش فهمها يبص معايا كده في اللي أنا كتبابي لقلم الجاف عشان أشرح له ليه احنا اختارنا دي بالشكل ده مش دي الجمع طبعا بصوا عندي في كده في الجملتين هنا دي لونت جروس يعني نظارة ضخمة تمام اخترت دي الجمع طب اللي بعدها دي جروس لونت أنا اخترت دي بالشكل ده تمام على رغم إن جروس لونت برضو كلمة جمع طب ايه الفرق ما بين الاتنين هنا الصفة جت بعد الموصوف وده الطبيعي تمام فأختار الجمع عادي طب لما الصفة الجمع تيجي قبل الموصوف نختار دي بالشكل ده يبقى دي أس تتحول لدي بالشكل ده لو الصفة جت قبل الموصوف بس مش اي صفة الصفة الجمع تكر طيب يبقى احنا هنا ست في هزيه الفتاة بورت بتلبس دي جروس لونت يعني نظارة ضخمة نشوف بقى رقم واحد تاني مع بيتي تقفي يعني أختي الصغيرة أو البنت الصغيرة عدي لونت عندها نظارة أورانج يعني بورتوكولي احنا عايزين هنا صفة جمع مؤنس مفيش غير أورانج هي اللي بتنفع مع اي حالي أمير اي أميرة يعني أمير وأميرة الصون بيكونوا عايزة صفة جمع مذكر لأن التذكير بيغلب يبقى بلونت لونهم أشعر نبيل ايه نبيل بيكون رو يعني ذات شعر أحمر مفرد مذكر الصون هما بيكونوا عايزة جمع مؤنس يبقى كريز يعني فضليات هنا مي كوبا يعني أصدقائي الصون بيكونوا يعني مفتلين العضلات جمع مذكر هنا مونة ايه أحمد يعني مونة وأحمد الصون بيكونوا تميد يعني خاجلين طبعا جمع مذكر عشان التذكير بيغلب عيوني بتكون جمع مذكر يبقى مارون داكر طبعا احنا هنا كده في صفتين ينفعوا يبقى هنا الميزية العيون دي بتكون جمع مذكر عندي صفتين هنا بينفعوا مارون والشتا خلاص داكر طبعا دي غلطة في السؤال ينفعش نجيب صفتين ينفعوا في السؤال هنا ماجرون مير آآ بردون لا آآ سوري هنا ميزية صون طبعا احنا هناخد مارون دي بتوصف الشعر بس معلش انا تلغبط يبقى هنا العيون بتكون مروا بونية لان الشتا دي ماشي جمع مذكر لكن دي الشتا له الكستيناء اللون طبعا دا بتوصف الشعر هنا ماجرون مير ايه يعني جدتي بتكون يعني سمينة يعني هي بتحب الفتيات المس الرفيعين جمع مؤنس طبعا المس بتنفع مع جمع المؤنس والمذكر ميلون تقسون يعني نضرتي بتكون عايزة جمع مؤنس يبقى بتيت صغيرة برضو وانا بشرح كده لو فيه اي حاجة انت مش فاهمها بقى تهالي في الكومنت وانا ايه هوضحها اكتب هنا يعني بتوصف جدتها طبعا دا تصريف دا مصدر الفعل تمام بس نصرفه مع مين مع المفرد وكم اتنين الاجداد دي مونامي اجداد صحبي ام بيحبوا الباسكت هنا الفعل هيصرف مع إلجام وكم تلاتة يعني انا بستعمل ايدي اليمين علشان يعني اكتب طبعا بعد بور بيجي الفعل في الموز وكم اربعة تتلي في كل الفتيات براتيك يعني بيمرسوا لتينيس التنس الفعل هيصرف مع إلجام وكم خمسة مامير يعني امي اما الارضو عندها قلم في الظهر طبعا تصريف بأفرار مع إل المفرد يعني والد اصدقائي بيكون بيكون سيمين طبعا انا هنا الفعل هيعود على يعني هو فعل يصرف مع إل المفرد كم سبعة يعني احنا بنمشي يعني نص ساعة شاك جور يعني كل يوم طبعا الفعل هنا هيصرف مع إل و إل المفرد كس كتي اتليز ماذا انت تستخدم برجو ويقف علشان تلعب كرة قدم الفعل هيصرف معتي كم تسعة يعني السود أو البيض نو سوم ايجو احنا بنكون متساويين ده تصريف فربائتر معنون رقم عشرة رانيا سمر ننعون عنهم بإل الجامع يبقى جور وباسكت بيلعبوا باسكت طبعا الفعل اللي نهايته النتائي رقم واحد اللي كوبادي كمي يعني أصدقاء كمي سو بيكون عايزة صفى جامع مذكر يبقى غبيض تمام وتنفع جامع مذكر وجامع مؤنس تمام غبيض يعني سريع يعني رقم اتنين ستين في إنها فتاة شطان يعني زيتها شعرك استنائي داك رقم هنا عايزة صفى مفرد مؤنس ما عنديش غير شطان هي اللي بتنفع في المؤنس والمذكر وكم تلاتة يعني هي عندها عيون بلي لونها أزرع جامع المذكر جيمال على تت يعني أنا عندي ألم في الرأس طبعا تت مفرد مؤنس أنا بلعب كرة قدم يعني بالأقدم هنا يعني هو بيكون كبير جدا رقم سبعة يعني الظهر دا بيكون جزء من الجسم هنا دي معناها لون رومادي هنا دي ساعة حاقط هنا دي شنطة رقم تمانية يعني يعني إحنا بنتكلم ب اللانج اللسان رقم تسعة يعني إنت لديك كم من برضو دي دو إنت لديك كم من الأصابع خلاص داكر تمام طب إحنا عندنا كلمة دو وني اللي ينفعوا مفرد وجمع خلاص داكر يعني إنت لديك كم يعني ممكن تيجي دو أو ني لكن دول مش هينفع عشان إحنا مش هينسأل واحد إنت عندك كم دهر أو إنت كم أنف خلاص داكر إذا هنختار دو هنا إلي غرون هو بيكون سيمي إني با ما يعني هو مش رفايا شوف رأكم واحد إني با دو شيفون يعني هو ما عندو شعر يبا إلي شوف يبهو أصلع يعني عيون صدقتي سو بيكون مارو يعني لون هم بني صفة جمعة مزاك بسم الكريم سو بسم الكريم بيكون جرو يعني سومان عايز صفة جمعة مزاك تمام جرو هنا بتنفع مع المفرد والجمعة المزاك كم أربع لبرا دي سامي يعني دعايا دي سامي سو بيكون مسكلي يعني مفتولين العضلات جمعة مزاك يعني هو بيكون أكل جدا يعني هو عنده ألم في البط كم ستة محمد يعني محمد عنده دون أسنان بلونش بيدا دون هنا جمعة مع المس هو بيكون أسمر يعني هو عنده شعر لونه سود هنا رقم تمانية يعني هي ما عنده هاش دي لونت نضال طبعا في النفي أدوات النكر بتحول إلى د أو د أو مع عدا مع بربقت وما بنحاول نستعمل أدوات نكر عادي جدا كم تسعة يعني أنا بستخدم اللي بيئ الأقدام بور مرشي علشان أمشي يعني أنا بشوف كتير لتليفزيو التليفزيون يعني أنا عندي ألم في العيون طبعا العيون هنا كلمة جامعة أختار معها يعني بأي شيء تمخش أنت بتمشي الإجابة يعني بالأقدام هنا معها مع من تسأل عن عاقل داكر هنا يعني يعني ما أو ماذا بتسأل ماشي عن مفعول بس مباشر لكن إحنا عايزين مفعول غير مباشر داكر هنا سبق حرف غير أفاك رقم اتنين يعني أخويا عنده ألم وبغاد يعني عنده ألم في دراع اليمين داكر هنا برضو في يعني فكرة برضو في السؤال دا إحنا عندنا بغاد تنفع دراع أو دراعات يعني ممكن تبقى الكلمة دي مفرد مذكر أو جمع مذكر خلاص داكر يعني ممكن أخد أو أو بالشكل دي للجمع تمام إيه اللي مخلناش أخد دي الصفة اللي بعد بغاد يعني دي صفة مفرد خلاص تمام يبقى دي أقصد بها دراع واحد مش كزا دراع يعني صديق يكون مفتول العضلات هو بيكون يعني زيت شعر أحمل بصديق يبقى تمام يبقى الصفة هنا المفرد المذكر رقم أربعة يعني كم من الأسنان أنت عندك رقم خمسة يعني هي عندها ألم في الرأس مفرد مؤنس رقم ستة يعني الدراع بيكون جزء من الجسم برضو الدراع هنا ممكن تبقى مفرد أو جمع تمام بس هحدد على أي أساس من الفعل هنا تصريف الفعل هنا تصريف الفعل مع المفرد يبقى بغا هنا مفرد ذكر رقم سبعة يعني أين أنت تذهب مع والدك يعني والدي ما عندوش نضالة طبعا هنا قلنا هنا أن في النفي بتحول أدوات النكرة إلى مع عدم عفرب مش بنحول يعني أختي عندها صوابع جمع مزك كم عشرة كم يعني كيف يكون والديك ده طبعا بيسأل عن اسمات هنا رقم واحد بتكون يعني جزء من الجسم كلمة بارتي هنا كلمة مفرد مؤنس أختار يعني 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 عنده أنف كبير كلمة ن كلمة مفرد مزك أختار بالشكل ده كم ثلاثة يعني ساقية هنا كلمة جمعة أختار م أخم أربعة أنا عندي بورنيتا مفرد مؤنس مره بتنفع مع أي حاج كم خمسة يعني هي بتكون رفيعة شتى و ذات شعرك استنائي تمام احنا عايزة هنا الصفة مفرد مؤنس الوحيدة اللي تنفع لها شاتر بتنفع مع المؤنس والمزك وكم ستة انت بتستخدم كوا اي بغبار لي عشان تتكلم خلاص تمام احنا عندنا كوا وكوا وكسك التلاتة بمعنى ما أو ماذ بس هنا كوا هي اللي بتيجي في نص أو في آخر السؤال يعني وكم سبعة يعني انا عندي قلم في الودان كوم تمانية يعني اوصفلي طن فزيك يعني مظهرك الجسدي داكور نخلي بنا من حاجة ان الفيزيك معناها الجسم بتبقى كلمة مزكرة لا فزيك معناها مادة الفيزي وبتبقى مؤنسة ونخلي بنا كوم تسعة يعني كل التلاميذ بغتيك يعني بمرسو يعني مرسو سباق الجر على الاقدام داكور هنا كلمة كورس كلمة مفرد مؤنس يعني انا بلعب كرة قدم يعني مع اصدقائي شوف هنا السؤال برضو خاص بالطلاب الازهري دا بيكون ترتيب الكلمات لتكوين جملة نبقى انا هقر الجملة على طول مترتبة هنا يعني هي عندها شعر طويل يعني ابن عمي مش سيمين يعني هو بيحب كثيرا التنس يعني اسنان اخويا بتكون هنا بلانش معلش المكان ما كفاش اكتبها يبقى هنا بلانش اللي هي لونهم ابيض هنا برضو المكان ما كانش هيكفي اكتب كتب عليها الاركم جي اكوت يعني انا بسمة لاشنسو الارغنية افيك لازوري يعني بالودان وكم ستة جي مال اودون يعني انا عندي الم في الظهر هنا كيلي لا كوليغ دي لونت يعني ما هو لون النظر هنا ما سير جو او باسكت يعني اختي بتلعب باسكت شو بقى الميل سالي سالي تنكو بقى صديقك اي لي كمان هو بيكون ازاي يعني مواصفاته ايه اقول اي لي جران هو بيكون طويل ايجابة تمام كده هنا كيلي لا كوليغ دي سيز يو ما هو لون عيونه اقول العيون دي عاود عنها بإيلي الجمع المزاك ايلا سان ماران يعني العيون بتكون بني تشاو تشاو هنا سالي سالي كنت جو أو تنس يعني متى انت تلعب تنس اقول جي جو أو تنس لسوار في المساء اي افك كيو مع مين افك مزامي مع اصدقائي خلي بالنا لما ناسأل بيكون ما قلش ساعة لا اقول فترة من فترات اليوم يعني صباحا مساء زهرا واكس لكن سجي طالب منك يعني أو سفجارك بالحي عايزك تتكلم عن الحاجات اللي ما بين الاقواس وخلي بالك لازم تلتزم بيها يعني اخلاقيا وفيزيك جسدية اخلاقي او يعني مواصفات شخصية داكر تبين الفوازي اقول عليه يعني هو 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 بيكون طويل ورفية عيونه بتكون بني يعني شعره سنوار بيكون اسوى اللي تميد هو بيكون خجول دا خلاص كده انا وصفت اللي هو الوصف المغال الاخلاق داكر السجيء التاني يعني اوصف جدتك طب جدت هقول عليها يعني هي عايزك توصفها فيزيك جسديا وتتكلم عن الجوت عن ميولها هنا هقول هي بتكون طويلا خلي بالنا الصفة هنا مؤنس اي مسور فيعة طب هنا الصفة دي بتنفعل مع المذكر والمؤنس هنا عيونها بتكون بني يعني وشعرها بيكون ابيض طبعا مشينفع اقول شعرها لونه اسود تمام عشان دي جدتي هي بتحب الفن او ممكن اقول لي فوت كرة القدم الاسهل بالنسبالك اكتبها كده نكون خلصنا الدرس كامل انتظروني في حل الامتحانات شكرا لسماعكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توسلكو جميع الفيديوهات الجديدة لان مش دايما الفيديوهات بتصير في بحس اليوتيوب ولو حسيت انك استفدت من الفيديو ياريت تدعمني باللايك اشتركوا في القناة